اشتركوا في القناة دولة صغيرة تكاد لا ترى في خريطة العالم إلا بالمجهر لكنها تتصرف كالعملاق شارية نصف فرنسا وداخلة في مصر وليبيا ومالي وسوريا والعراق وعندها قناة بث 24 ساعة عاملة شاطح باطح في مصر وتونس والجزائر غير مناطق الصراع المسلح تشري في السلاح والأغذية وتدفع في مئات ملايين الدولارات لفروع تنظيم القاعدة جبهة النصرة نور الدين الزنكي فتح الشام حرار الشام وبين عشية وضحاها تحطت هالدويلة في الزاوية وتخنقت بالشقيقة الكبرى السعودية اللي معاها الإمارات والبحرين ومصر وخلطت عليهم دول الأخرى كي ليبيا والمغرب والمالديف والأردن والسلسلة ما زالت كل شيء فيه ريحة قطر قالوا يلزم ينتهي بنوك وشركات وطيران ونقل بحري وبري في الإمارات قالوا حتى اللي يتعاطف مع ولد موزا في الفيسبوك يبرتاجي واللي يحط جام ياخذ بين 13 سنين حبس والخلاصة كأنها الدول العربية هذه ما عرفت اللي قطر تدعم في الارهاب وتمول في صبر الشباب البؤرة التوتر وساهمت بمجهود جبار في تدمير العراق وليبيا وسوريا وعملت جهدها زادة حتى في مصر وطونس كان بعد ما جاء ترامب للسعودية واجتماع بأهل الحل والعقد العرب نسينا حاجة واحدة للحروب هذه كل هي حروب الطاقة أي النفط الأحفوري والغاز مدام البدائل مزالت بعيدة ونسينا للعرب زادة يملكوا 74% من هذه الثروة اللي من غيرها العالم يتوقف نهائيا ويتشل على الحركة عام 73 دي من عاود قال هنري كيسانجر وزير خارجية نيكسون على أمريكا أن تصحح العدالة الإلهية اللي حطت النفط بعيد على الصناعة والتكنولوجيا وهذا يعني فيما يعنيه منع المناطق اللي فيها النفط والغاز من العلم والتقدم والصناعة والتكنولوجيا وفي الحد الأقصى يبنيوا عمارات شاقة ويصرفوا على العمران وتجي الحروب تدمروا المدن ونتعاقدوا معهم على إعادة الإعمار وما يبقى لهم من مردود التاقة كان باش يشريوا من عنا سلاح وما يأكلوا ويشربوا وفي الصيف يروحوا لندن وباريس يتبضعوا ويحطوا الدولارات والوروات والجنيهات الاسترالينية في الكبريات وكازينوات القمار ويروحوا يتغنوا بأمجاد جدادهم والقنص والتشوب الخيل والهوسة هذا الغرب اللي تقود فيها أمريكا في حاجة للفلوس بالعربي في حاجة للفلوس باش يستمر أحكام السيطرة أمريكا بعد مايي 1945 اختبر رئيس ترومن قال لقد انتصرت الولايات المتحدة في الحرب وعليها أن تحافظ على هذا الانتصار عليها إذن أن تقود العالم نشروا تسعمية وخمسين قاعدة عسكرية في الزوايا الأربع للعالم كما نشروا مليون ونص جندي خارج حدودهم وخاضوا ثلاثة مئة وخمسين حرب وتدخل من هك التاريخ المؤسسات تخدموا الاستراتيجية تتعدلوا ما تبدلش يجيش جونسون نيكسون فورد كارتر ريجن بوش كلينتون أوباما ولا ترامب وميلاني أمريكا هي أمريكا ما كارت يقال وهو يتحدث عن تعريف الحقيقة في الفلسفة مصالح أمريكا هي الحقيقة وما لا يخدم مصالح أمريكا لا يشكل حقيقة حتى لو كانت تيورام تعمتيماتيك من هذا المنطلق إذن يغلط اللي يعتقد أنه حليف دائم الأمريكا اللي تنتهي مهمته يمشي كمساير توا مع ولد موزا في قطر وللإخوان المسلمين اللي يوسلهم جون مكاين ومنظمة لايباك للسلطة في مصر وتونس والمغرب وغيرها المهم في الستينات والسبعينات أمريكا خدمت بشاهيران محمد رضا بهلوي وانتهى يدلل في طيارة يكل فيه السرطان ما سمحولوش بش يموت عندهم فدفنوا السادات كالكلب لاجرب الضوعة وتتعد بالظلعة وبعده جاء دور صدام حسين اللي كان يستقبل في رامس فيلد ويوري فيه تطور صناعة في العراق دزوه بش يعلن الحرب على إيران وعاونوه هما ودول الخليج بالمال والسلاح ولواكس وكي وقفت الحرب وتهتكت إيران والعراق في ثمانية وثمانين قالوا له انتهت مهمتك وشنقوه نهار العيد كالبركوس في عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين دزو حمد بن خليفة آل ثاني وولد عمه حمد بن جاسم والشيخة موزة بنت المسند على الوالد خليفة عملوا عليه انقلاب وكونوا قيات الجزيرة في ستة وتسعين بشتونشر قيم العدالة والحرية استعدادا للربيع العربي في إطار الفوضى الخلاقة صادرت قطر الدولة الوهابية تاريخيا التابعة هي والبحرين للسعودية الدور السعودي جابوا لهم العراب زميم لخوان الشيخ القرضاوي وهو مصري من أصل أفغاني من قبيلة البشتون يعود لفخذ قرضاي أو كرزاي والتحق عزمي بشارة المسيحي عضو الكنيسة الإسرائيلي وتم الربط مع تسيبي ليفني والدوائر الإسرائيلية وولاوا لمشايخي صيفه في شواطئ حيفا ولكن في لمح البصر تم تعديل الخطة وانتهى الدور القطري اللي يعود المقود من جديد إلى اليد السعودية روح دونالد ترامب بربعمائة مليار دولار وقالهم لموا رواحكم وزيدونا تسعة مياه أخرى مقابل الحماية اللي بش يمنعكم من النظام يمنعكم من النظام الصفوي في إيران اللي ما يقول كالخليج الفارسي والدب الروسي اللي طلع المياه الدافئة في اللاذقية وترطوس وممكن تكون عنده اطميعة في نفط الخليج وغازه إذن من هم الرابحون ومن هم الخاسرون فيما يجري ثم الظاهر وثم الباطن الظاهر أن قطر بش ترجع الحجمها الطبيعي ما تحط خيط في مخيط إلا ما تشاور السعودية وينتهي ما سمي بالدور القطري في المنطقة والعالم على أن تسدد مقابل الحماية للعم سام أي تخلي مصروف الإمارة والسكان والباقي يمشي البلاستو والإخوان المسلمين يغادروا في اتجاه السلطنة العثمانية حتى يعمل ربي أش بش يصير في تركيا مع أردوغان ويستناوهم يرتكبوش حماقة بش يصنفوهم حركة إرهابية في الدول اللي مازالوا شمين فيها نفس ومشيت مقولة نفط العرب للعرب ليحل محلها شعار نفط العرب لأمريكا وإسرائيل والربحين من غير برشة تخمين ما همش برشة خاطر بش يكونوا لأمريكان وإسرائيل وجزء من الاتحاد الأوروبي وبين اللي يصنع التاريخ وبين اللي يقرأ فيه ثم مسافة كبيرة تفكرت قول الشاعر غيري فاعل بالفعل مرتفع وأنا المعتل والمكسور والخبر هذه الحوافر فيي إني ألمسها فأين الذيل ذاك الذيل والوبر